السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيه ناس كتير سألتني على كيفية تحديد التقسيم الاداري في ايجادة التحديث الجديد كنت عملت قبل كده فيديو عليه من خلال التليفون النهاردة هنعمله من خلال الكمبيوتر مع بعض اول حاجة طبعا هنروح على ايجادة وبعدين هنختار كلمة دخول كالعادة وهنكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ما بندخل بيقول لي هنا تحديث بيانات الموظف وبيقول لي التقسيم الاداري هضغط على كلمة حدد التقسيم اول حاجة هضغط على كلمة وزارة التربية والتعليم وبعدين هنضغط على كلمة وزير وبعدين هنختار المدرية اللي احنا تابعين لها مثلا المدرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة زفار بعدين هدور على اسم المدرسة اللي انا فيها طبعا هيكون فيه هنا في الاول الدوائر وبعدين الاقسام وبعدين المدارس دور على المدرسة اللي انت فيها بالراحة انزل كده ودور عليها بالراحة بعد ما لقينا اسم المدرسة هنضغط عليها وننزل تحت خالص ونقول كلمة اختيار هيظهر اسم المدرسة هنا يبقى انا كده اخترته بشكل سليم بعدين لازم ارسل الرمز التحقق لرقم الهاتف المسجل فيه منصة ايجادة اعمل ارسال الرمز بعدين انتظر ثواني لحد ما يجي الرمز على التليفون بعد ما كتبنا رمز التحقق بنعمل كلمة حفظ وكده العملية تمت بكل بساطة طبعا بيسألك هنا سؤال هل تم الاجتماع في فترة التقييم الاولى مع المسؤول المباشر طبعا لو انت اجتمعت مع المسؤول المباشر اقول نعم اقول موافق بعدها بعدين هنا في استبيان للممارسات الادارية والرضى الوظيفي تضغط على الاستبيان وتكمله عادي جدا تقرأ طبعا كل المعلومات اللي موجودة فيه وبعد كده في النهاية خالص بتضغط على كلمة ارسال بيبدأ يسألك اسئلة هنا وانت بتشوف مدى موافقتك عليها مثلا القيادة العليا في مؤسسة مصدر لالهام وقضوة مهنية فطبعا بتختار انت هل موافق موافق بشدة محايت كما تحب بعد ما تعبي الاستبيان بالكامل هتعمل ارسال يا رب بالفيديو كنا لعجابكم اعملوا مشاركة للفيديو ده مع كل اصحابكم اللي محتاجين يعرفوا المعلومة دي وكمان ادعمونا بعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان نصلكم كل الفيديوهات الجديدة شوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته